ليش الرسول ما طلب مثل ما طلب صالح طلب معجزة وطلعت ناقه من الصخرة وعيسى طلب ما إيده ونزلت له وموسى معها العصى وغيره من الأنبياء الرسول ما يبغي يطلب لسبب واحد لأنه يعرف إذا جاءت آية الله طلبها النبي بسبب قومه ولم يؤمنوا جاء بعدها هلاك وعذاب يا الله ما أرحمك يا رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لو طلب معجزة أو آية مثل ما طلبه ولم يؤمنوا يمكن أنا وانت ما حنا موجودين قطعا ما حنا موجودين لأن الله سيهلك هذه الأمة ما بعث إليكم النبي عليه إنما بعثت إليكم نذيرا وبشيرا يقولها لهم ولم أبعث إليكم إلا بذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام الرسول يبغي يعلمهم لكنهم لا يرتدعون الرسول لا يريد أن يأتيهم العذاب النتيجة أيها الإخوة أن النبي يعرف في قصص الأنبياء من الذي حصل الأنبياء تحمل كل شيء ترجمة نانسي قنقر